بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد وعدنا إليكم بشوق سألنا الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد بداية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحي ونرحب لأستاذنا في لغة الإشارة الأستاذ عادل السوالم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبه جميعا وحياكم الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم نتناغل فيه موضوعا مهما عن حقوق وأي حقوق حقوق الكبير وحقوق الصغير ماذا يراد بالكبير وماذا يراد بالصغير وهل الكبير حقوق وهل الصغير حقوق نبين ذلك بإذن الله تعالى في درس اليوم فنبدأ مستعين بالله تعالى في هذا الدرس الذي هو حقوق الكبير والصغير ناتب إذن الله تعالى على بيانه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس عشر أمامكم أبناء الطلاب كتاب حديث اثنين يفتح على صفحة ست وثمانين لبيان الحديث الخامس عشر الذي هو حقوق الكبير والصغير أهداف الدرس يتوقع من الطلبة بإذن الله تعالى بعد نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على أولا ذكر بعض مظاهر الرحمة بالصغار ثانيا معرفة فضل كبير السن في الإسلام ثالثا التمثيل لبعض مظاهر احترام الكبير رابعا وصف حقوق كبير السن التمهيد من المكارم العظيمة والفضائل الجسيمة البر والإحسان إلى الكبار والصغار ورعاية حقوقهم والقيام بواجباتهم وتعاهد مشكلاتهم ولكل منهما أهمية أي للكبير والصغير لما للكبير من حق في الاحترام والتقدير ولما للصغير من حق في العناية والتربية والتوجيه إذن هذا هو حديث اليوم الذي بإذن الله تعالنا على بيان هذا الحديث حق الكبير وحق الصغير وهل ذلك الكبير فقط هو من أهل القرابة من كان بيننا وبينه وصله أو هو لكل من كبر سنه كذلكم الصغير هل هو فقط خاص بالأبناء وبالإخوة الصغار أو بكل صغير للسن أقول نعم ديننا الإسلامي من رحمة الله جل وعلا هذا الدين أتى بيانا شاملا لحقوق الصغار وقبلهم حقوق الكبار كل ذلك حتى الوالدين يدخلان ضمن حقوق الكبير وحتى الإخوة إذا كانوا صغارا يدخلون ضمن حقوق الصغير فالدين دين شامل حتى هؤلاء لم يدع للإنسان في مجالا أن يسأل ما هو حقه الكبير ما هو حقه الصغير وكيف أعمل بيّن ذلك ديننا الإسلامي فأتى على بيان ذلك نبينه بإذن الله تعالى في حديثي اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا هذا بإذن الله تعالى حديثه اليوم نأتي قبل أن نبنأ في شرحه إلى بيان معاني الكلمات قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا أي ليس على طريقتنا إذن ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا أي ليس على طريقتنا ليس سائر على هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرحم الصغير ويعرف حق الكبير لابد من تمام هذين الأمرين ولحظوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه تغليظ بيان شدة أنه لن يكون سائرا إذن اهتم ويهتم الدين الإسلامي ببيان حق الصغير وحقي الكبير راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن العاص أبنائي وابناتي قد سبق بيان هذا الراوي عبد الله بن عمر بن العاص ذكرنا بيان أولاً اسمه وهل هو صحابي وهل والده صحابي ولا شك صحابي هل والده صحابي بينا ذلك عمر بن العاص والده وبينا كذلك شيئاً من صفاته في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنه دوّن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الحادثة التي حصلت لعبد الله بن عمر بينه وبين القريش اجمعوا تلكم المعلومات عن هذا الصحابي الجليل وماذا كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صحيفة كتب عن رسول الله اسم تلكم الصحيفة ذلك كله بيناه وبيناه تاريخاً وفاته رضي الله عنه وارضاه اجمعوا تلكم المعلومات عن الصحابي الجليل فقد سبق ذكر ذلك حديثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا وبينا ذلك أي ليس على طريقتنا من لم يرحم صغيرنا لاحظوا العبارة هذه يرحم والتي بعدها حق لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من لم يعرف حق صغيرنا مثل اللي بارة التالية حق كبيرنا حق الكبير أو لماذا لم يكن اللفظين كلاهما فيهما الرحمة من لم يرحم صغيرا ويرحم كبيرا لماذا هناك لطيفة من اللطائف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصغير غالبا يحتاج إلى ماذا والكبير يحتاج إلى ماذا الصغير الغالب أن يحتاج إلى ماذا الرحمة والكبير يحتاج إلى الحق الكبير لو بينت له جانب الرحمة في تعاملك معه لا ينبغي لجانب الكبير لأن جانب الكبير له حق وليس جانب الرحمة فقط للكبير بل فيها بيان حق حق لذلك الكبير سواء قل للأب أو الأم أو الإخوة أو لخوات إذا كانوا أكبر منك أو كله كبير حتى ذلك الذي تراه في تلك المناسبة وليس بينك وبينه علاقة وهو أكبر منك سنًا له حق وكذلك تلك المرأة التي تراه في تلك المناسبة وهي أكبر سنًا لها حق إذن للصغير الرحمة وللكبير الحق نبين بإذن الله تعالى بعد ذلك ما نذكر في إرشادات الحديث أولا في هذا الحديث حث على الرحمة بالصغار حيث نفى صلى الله عليه وسلم كمال الاتباع ذكرنا كمال الاتباع أين ذكرنا في حديث ماذا؟ حسنتم قبل قلقنا ليس منا عليه الصلاة والسلام يقول فنفى عليه الصلاة والسلام كمال الاتباع عن من لم يرحم الصغار ليس منا من لم يرحم صغيرنا أي لا يكون من أهل الرحمة لأطفالنا وذكرنا أن ذلك المقصود به عموم الأطفال فإذا أردتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السير على طريقته وعلى نهجه وعلى سنته فعليكم بالرحمة في الصغار كل صغير يستحق تلكم الرحمة كذلك علل تخصيص الرحمة بالصغير ذكرناه في بداية درس اليوم ليس منا من لم يرحم صغيرنا لماذا لم نقل حق أو عفوا لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام حق لماذا قال يرحم قلنا ماذا يحتاج الصغير غالبا إلى عنصر ماذا الصغير غالبا إذا دمعت عينه يحتاج إلى ماذا إلى الرحمة إلى اللطف تمسح بيدك على رأسه أو تلكم الطفلة الصغيرة على رأسها هذا هو بيان الرحمة للصغير من مظاهر رحمة للصغير عندنا عدة مظاهر أولا توفير البيئة الصالحة هذا من رحمة للصغير والمكان المناسب لتربيته فليس من الرحمة للصغير تضيعه تضيع ذلكم الصغير تضيع تربيته لا نهتم بتربيته هذا ليس من جانب الرحمة لأنه أن كبر بعد ذلك ونشأ على ذلكم الأمر على التربية السيئة لن يرحم فمن جانب الرحمة به أن نرحمه صغيرا وننشأه تربية صالحة حتى يكون فيه جانب الرحمة إذا كبر كذلك تعليمه أمور دينه ودنياه بالرفق والتدريج ولاحظوا معي أمور الدين الصلاة الصيام وكذلك أمور الدنيا الحياة الدنيا تعليمه ما يحتاج إليه في هذه الحياة لكن ذلك كل يكون بالرفق والتدريج فالصغير لا يحتاج أن نملئه بالعلم إملاءا لا جانب رفق وتدريج وأمور سهلة حتى يطقنا ذلك الأمر كذلكم ثالثا الإحسان إليه بتقديم احتياجاته بأكمل وجه كل ما يحتاجه ذلك الطفل ذلك الصغير يقدم إليه وعلى أكمل وجه الرابع توجيه برفق وعدم رفع الصوت عليه لو اخطى ذلكم الصغير هل يرفع عليه الصوت اهتم بكذا ربما لو سكب شيئا هل يرفع عليه الصوت لن ينزجر ولن يفهم إذا رفع عليه الصوت ارفع هذا افعل كذا افعل كذا لن ينزجر بس يكون في جانبه خوف لكن برفق ولي حتى يبين له ذلكم الخطأ الخامس والسادس يكون لديكم ابنائي وبناتي في كذلك مظاهر الرحمة غير المذكورة اذكروا تلكم المظاهر غير ما ذكر من الأربعة مظاهر نستمر التقنية عنية حكومة المملكة العربية السعودية بالطفل وصدر في ذلك المرسوم الملكي في عام 1436 كل ذلك لنظام حماية الطفل ونذي اؤكد على مقارة الشريعة الاسلامية والانظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل اشكال الايداء والاهمال كل ذلك ارجعوا اليه في زيارة هذا الموقع وامامكم بنا الطلاب الباركود ظاهر امامكم ففي زيارة هذا الموقع يعرف ما عنيت به حكومتنا حفظها الله تعالى من جانب حماية الطفل ثالثا في هذا الحديث حثنا على معرفة حق الكبار لاحظوا معي كلمة حق فالكبير يحتاج إلى إقامة الحق له وكلمة حق لو توحي بماذا كلمة حق بناء الطلاب البناء الطالبة توحي بماذا إذا قلت هذا حق عليك أن تقوم به أن هناك لفتة إلى ماذا هل لك في خيار أو يكون أمر في شبه إلزام وفقتم أحسنتم في شبه إلزام إذا للكبير حق ليس نقول أنت بالخيار تفعل أو لا تفعل لا نقول للكبير حق فللكبير حق احترام وحق تقدير ونحذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كمان الاتباع ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا أو حق الكبير رابعا إذا احترمنا الكبير ورأينا حقوقه هناك قاعدة في هذه الإرشادة قاعدة كما تدين تدان وقاعدة الجزاء من جنس العمل لذلك إذا لم تعرف حق الكبير ولم تطبقه لذلك الكبير انتظر مصيرك أن تكبر ومصيرك كذلك أن تكبري فإذا لم نعطي للكبير حقا كذلك سيكون هناك من لم يعطينا ذلك الحق لذلك إذا احترمنا الكبير ورأينا حقوقه يسر الله تعالى لنا في كبيرنا من يرعى حقوقنا لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذه القاعدة فإذا أحسنت لذلك الكبير فبذل الله تعالى سيأتي من يحسن إليك إذا كبرت خامسا كبير السن حقوق كثيرة للكبير السن له حقوق كثيرة منها طيب المعاملة بحسن الخطاب جميل الإكرام طيب الكلام سديد المقال التودد إليه كل ذلك من إكرامه لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم هذا من إجلال من؟ من إجلال الله هذا إكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله جل وعلا إذن نحرص على الإجلال الكلمة الطيبة الفعل الطيب لو كنت في مجلس أو كنت كذلك في مجلس ثم قام ذلك مراجع وقامت لكم المرأة وقمنا بمساعدتي في القيام أو بمساعدتي في القيام سيشكر لك ذلك الفعل وكذلك بالكلمة الطيبة لذلك الشيخ الكبير تسدي له معروفا هذا كله لننسى وأقرب الناس والديك لو قلت لوالدك أو لوالدتك كلمة طيبة ولفظا جميلا وفعلا حسنا كل ذلك سيذكر لك ويشكر بإذن الله جل وعلا وذلك كل من حقي الكبير ثانيا بدءه بالسلام وذلك بأن نبدأ بالسلام من غير انتظار لقاء السلام منه احتراما وتقديرا له لو كنت تخاطئ ذلك المجلس أو مرأ بك ذلك الشخص الكبير هل تنتظر أن يسلم عليك بل قم وابتدئه وابتدره بالسلام قل السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بك وحي به ورحب يفرح بذلك هذا كله من حقه أن تبدأه بالسلام ولا تنتظر أن يبدأ كذلك الكبير بالسلام كذلك من الحقوق إحسان مخاطبته بأنه نعديه بألطف خطاب وأجمل كلام وألين بيان نرأي فيه احترامه وتوقيره وقدره ومكانته لو رأيت رجلا كبيرا في السن وقل تعال أيها الشائب هل سيرضى ذلك؟ هل هذا لفظ تودد؟ أو يتلكم المرأة؟ تعال أيها العجوز تفضلي هنا أيها العجوز ما رأيكم؟ هل هذا فيه تلفظ؟ تودد؟ كلا ونستغرم بعض الألفاظ كذلك التي تقال الوالدي الشائب في الداخل يقول لوالده الشائب يسلم عليك هذا نفظ للوالد لابد أن يكون مجال احترام وتقدير قل والدي أبي حفظه الله وفقه الله كذلك كذلك الشيخ الكبير قل تفضل وفقك الله حفظك الله وراءك ما زلت في بداية شبابك لأمر هذا الكلام الطيب هذا كله يكون لكبير السن كذلك من الحقوق تقديمه في الكلام ودخول المجالس وفي الأكل والشرب وفي الدخول والخروج ونحوي ذلك أي في كل مجال تقدم ذلك الكبير لا تكون تسبقه بعض الناس يخطي ويسبق الكبير في السن لا بل أفتح له الباب وقل له تفضل وفي الطعام قل له تفضل اجلس هذا كله من حقوق الكبير والمملكة العربية السعودية كما ذكرنا في حقوقه الصغير فقد عنيت حكومتنا كذلك حفظها الله بكبار السن أيما عيناية وصدر في ذلك كذلك مرسوم ملكي في عام 1443 للنظام حقوقي كبير السن ورعايته وللاطلاع على ذلك كله فزيارة الموقع التالي عبر طريق الباركود لتعرف حقوق كبار السن سادسا يدل الحديث على التحلي بمكان من الأخلاق من التراحم والاحترام والتوقير بين أفراد المجتمع حيث إذا رحمنا كبير السن سيرحموا كذلك الصغير فهناك رحمة ولطف بين الكبير والصغير وحق للكبير ورحمة للصغير كل ذلك من ما يكون بين أفراد المجتمع من ترابط وتآلف وتحاب في هذا الحديث ظهر أمامكم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم حديث ابن عمر فكان ابن عمر يعرف هذه الشجرة والنبي عليه الصلاة والسلام يطرحه للصحابة وبين لهم هذه الشجرة فيها فائدة كذا وكذا وكذا ابن عمر يعرف الشجرة لكن عم في مجلس كله كبار سن فمن أدبه ما بين وقال هي النخلة لأن هناك كبار سن فما أراد أن يصدر رأيه بين أولئك الكبار وأن يكون عارفا للجواب فسكت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي هذا الحديث من صور الاحترام لمن هو أكبر منه سنا لأن ابن عمر رضي الله تعالى وأرضاه سكت عن الجواب ما أنه كان عارفا له ما الرابط بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فيتجوز عليه الصلاة والسلام في صلاته أربط بين هذا الحديث وبين ما ذكرنا في حديث اليوم الرحمة بالصغار لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز في صلاته إذا بكى ذلكم الصبي إذا من مضاعر رحمة بالصغار توفير البيئة الصالحة تعليم أمور دينه ودنياه الإحسان إليه توجيه برفق كل ذلك ذكرناه في حديث اليوم وما ذكرنا كذلك من حق للكبير وبختم ذلكم أبناء الطلبات نكون قد أتينا على حديثي حقوقي الكبير والصغير ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينا معنا قول عليه الصلاة والسلام ليس منا وبينا مراد ذلك وذكرنا رشادات الحديث في توضيح ذلك كله ولماذا الرحمة للصغير والحق للكبير أتينا على ذلك كله ختاما في ختام درس اليوم أبناء الطلب وبنات الطالبات نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته